موسيقى 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 وسهل الخير مشاهدين الكرام و اهلا بكم الى هذا البث المباشر من استوديوهاتنا من الرباطة كثيرة هي التساؤلات التي يطرحها المراقبون حول هوية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب و علاقته بحزب العدالة والتنمية هل هي علاقة شراكة ام تبعية ايضا كثيرة هي التساؤلات التي تطرح بخصوص علاقة هذا التنظيم النقابي بالحكومة ومواقفه من القضايا الاجتماعية التي تثير الجدل حاليا الاجابة على كل هذه التساؤلات نصطدف اليوم السيد عبدالله الحلوطي الامين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مرحبا بك استاذ الكريم و شكرا على تلبية دعوة البرنامج مرحبا سيوسف و فرصة طيبة لكي ألبيت دعوة مرحبا بك في هذا البرنامج اليوم سنصارحك سنستفزك وسنستمع لوجهات نظرك فيما يخص هذه القضايا كما يمكنكم مشاهدين الكرام التفاعل معنا عبر صفحتين البرنامج على الفيسبوك و تويتر كما جرت العادة سنبدأ هذا النقاش بعد متابعة هذا التقرير الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية يسجل حضورا متناميا في خريطة التمثيلية النقابية النقابة التي كانت تتوفر بالكاد على خمسمائة مندوب للأجراء سنة 2003 سرعان ما رفعت حصتها إلى 1320 مندوبا سنة 2009 قبل أن تحقق أكبر مكاسبها في انتخابات المأجورين عام 2015 خلال تلك الانتخابات الأولى بعد دستور 2011 خرج الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أحد أكبر المنتصرين بارتقائه إلى الرتبة الرابعة ضمن قائمة المنظمات النقابية بعد حصوله على أزيد من 2570 مندوبا نتائج عززت من تمثيلية النقابة في مجلس المستشارين حيث أضحت تتوفر على أربعة مقاعد وأصبحت طرفا في الحوار الاجتماعي بصفتها إحدى المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بعد تجاوزها عتبت الستة في المئة من إجمالي مقاعد المندوبين المتتبع لمنح صعود الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لا يمكنه أن يخطئ توازيه مع صعود حزب العدالة والتنمية في المشهد السياسي المسافة بين الطرفين تفرض اليوم نفسها بشكل كبير في ظل تبني حزب المصباح القائد للحكومة للعديد من القرارات التي تلاقي المعارضة من باقي المركزيات النقابية من قبيل إصلاح صندوق المقاصة والتقاعد وتقليص عدد المناصب المالية بالنسبة للوظيفة العمومية والاقتطاع من أجور المضربين وإذا كانت النقابة لا تخفي تقاسمها المرجعية نفسها مع حزب العدالة والتنمية وشراكتها معه إلا أنها تؤكد في الوقت ذاته على استقلالية قرارها وبلورته في إطار أجهزتها التقريرية والتنفيذية غير أن ازدواجية العضوية في الحزب والنقابة وتأطير قيادات الحزب للقاءاتها وانتساب منتخبي النقابة إلى فريق الحزب في مجلس المستشارين يضع سؤال الاستقلالية على المحك سؤال لا يطرح على نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب فقط بل هو في الوقت نفسه سمة غالبة على المشهد النقابي في المغرب التقرير من إعداد الزميل محمد مجدوبي مرحبا بك مجددا سي إله الحلوطي نبدأ من حيث انتهى التقرير هوية الحزب واستقلاليته أنتم ترفضون حسب ما فهمت وصفكم بالذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية يعني نقرأ ونسمع ونتابع دائما تسمى ونتصفون بنقابة البي جي دي نقابة حزب العدالة والتنمية بغينا نعرفه شكنتم بالتحديد وشنما منظمة موازية وش ذراع نقابي وش من أنتم طيب على كل حال الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب هو نقابة أكيد كي ربطها مع حزب العدالة والتنمية قضايا متعددة ولكن مرة أخرى نؤكيد أننا لسنا ذراعا لحزب العدالة والتنمية من جهة ثانية نحن ولسنا منظمة موازية إذا رجعتم إلى حزب العدالة والتنمية وستطرعون على المنظمة الموازية ستوجدون جمع هذه المنظمة الموازية لحزب العدالة والتنمية لا ستوجدون فيها الاتحاد الوطني للشغل المغرب الاتحاد الوطني للشغل المغرب نجتمع مع العدالة والتنمية في المؤسس الذي أسس نقابة الاتحاد الوطني هو الدكتور الخطيب اللي يرحمه كما أنه هو اللي أسس حزب العدالة والتنمية في مسيقته الأولى وذلك نحن نعتبر ونؤكد مرة أخرى بأن العدالة حزب أو نقابة الاتحاد الوطني للشغل المغرب هي نقابة مستقلة تمام الاستقلال لكن تتبرؤون من حزب العدالة والتنمية بحل إذا كنت دراع نقابة الحزب بأنه شي تهمة مع نقابة عند توجه سياسي لو كنا دراعا نقابيا لحزب العدالة والتنمية لقولنا ذلك وسيكون ذلك فخرا لنا لكي نقول بأننا دراع لحزب العدالة ولكن لا لأننا نعتبر بأن العمل النقابي إذا كان تابعا لحزب سياسي الملك نقول هنا التباعية بمعنى أن النقابة تشتغل وفق المنظومة وفق التصور وفق المنهج وفق الخطط للحزب هذا غير موجود برامجنا نضعها بأيدينا داخل الاتحاد الوطني برامجنا وميزانية نصويت عليها داخل الهيئات الخاصة بالاتحاد الوطني انتخاباتنا تمر بالتصويت السري داخل الاتحاد الوطني مناضر الاتحاد الوطني لا نشترط فيهم أن يكونوا أعضاء في حزب العدالة والتنمية وبالتالي أستطيع أن أقول لك بأن الآلاف المنخرطين والمشتغلين سواء في مستويات القواعد أو في مستويات المسؤوليات لا أجزم بأنه عندنا عدد كبير جدا من المناضلين في مختلف المستويات لا علاقة لهم تنظيمية بحزب العدالة هذا من في القاطع ربما الكثير ما غير يصدقوش ما غير يقتنعوش به أستاذ الحلوطي وانا هنا لكي أقنعوش يعني هذا هو وانا الدور دي نطح الأسئلة واش بغيتوا توهمونا أو لا يعني تقولوا بأنكم ما كي لا تنصيق لا هواتيف تتحرك في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان ما كي لا تبدو الأدوار ما كي تحجر يعني نقابة مستقلة وهذه الاستقلالية يعني كلمة كبيرة شي شوية إذا بغينا نصفو بهذا الوضع دي النقابة أنا أقول لك أقول لك التجربة هذه استمرت منذ سنوات واستطيعوا هنا تحت مسؤوليتي تحت مسؤوليتي لم نتخذ أي قرار في يوم الأيام بعد استشارة حزب العدل والتنمية تاخذنا قرارات سواء بإضراب سواء بموقفة احتجاجية سواء بنظلات أولا لا نستشير حزب العدل والتنمية ثانيا لم يأتنا هاتف من العدل والتنمية من أي مستوى من مستويات لكي يناقش معنا قرار التخذ ولكن كنت فهموا شنو يعني فهمين شنو مطلب منكم فهمين شنو نطلب مننا ليس فقط مع العدل والتنمية سواء مع العدل والتنمية أو مع أي حزب آخر كان يترأس الحكومة أو يقود الحكومة أنت كنقابة لا بد أن لا تجد نفسك في بعزل عن الواقع السياسي ولا تجد نفسك بعيدا عن مجريات الأمور داخل الحكومة داخل الأوضاع داخل ميزانية الدولة كيف هي؟ إذن فهنا نحن بنسبة سواء كان العدل والتنمية أو غير العدل والتنمية نحن نقرأ القراءة السليمة ونحاول أن نخرج بقرارات مبدئية وبعد ذلك سواء كان حزب مبدئية مبدئية لصالح من؟ لصالح الشغيلة المغربية ولصالح البلد لأن إذا أخذنا فقط الشغيلة المغربية دون أن نرى مصلحة الوطن هناك تكون بعض المزايدات أحيانا التي يؤدي تمناها البلد وكذلك الشغيلة وابتعي نحن قراءتنا باستمرار ومصلحة العليا للوطن كل شيء يتكلم بها أسد الحلوطي على حساب يعني اسمعنا لكل شيء كده الأحزاب والنقابة وكل مصلحة فش يبهوا يتهربوا لي يبروا شي 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 ربما شي قرارات مؤلمة صالح طبقة ضد طبقة العاملات يقولك المصلحة العليا للوطن ربما تهديك المكبيرة شي شوية هو من مصلحة مصلحة الوطن هي في مصلحة شغيلة عندما تحافظ على استقرار الوطن على نموه الاقتصادي وعلى هذه الأوضاع هي في مصلحة الشغيلة والشغيلة التفيد من ذلك وعندما تحافظ على مصالح الشغيلة فأنت مجلسين أثرة تحافظ على مصلحة الوطن ربما تنزيب بتفصيل هذا المسائل فش يبهوا الحوار الاجتماعي والقضايا الاجتماعية المطروحة دائما في إطار هذا التهمة اللاسقة بكم بأنكم تخدمون أجندات وتتبدل الأدوار مع حزب العدلة والتنمية هذا ما يقوله بعض المنتقدين يلاحظ هذا الهجوم الممنهج للنقابة الناس لكي اعطلوا المثال بأن النقابة تخدم أجندات وتلعب تتبادل الأدوار مع الحزب العدلة والتنمية كي اعطلوا المثال مثلا في الحكومة السابقة أو الحكومة الحالية يبان الصراع وكان ديمة هجوم ومنهج على وزيري التربية الوطنية السابقين السي بالمختار والسي حصاد هناك من يتهم أيضا نقابة بأنها تنتقي بعض الوزارة اللي يكون داخل الأغلبية الحكومية حيث العدلة والتنمية عندهم مشاكل مع الأحزاب المشكلة الأغلبية وبالتالي يعني كنتبادل الأدوار في بعض الأحيان لا أبدا السي بالمختار كنا نتذكره كليته مسكين بالبالغات لا 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 سواء السي بالمختار لأنه كان معروف عنده كان واحد شناءان وكان واحد توطف على قمع السي بالمختار أو قبل السي بالمختار أو بعد السي بالمختار إخواننا في قطاع التعليم عندما يقومون بعمل نضالي فإنما يقومون به دون أي اعتبار للواقع السياسي والعمل السياسي والجانب الحزبي والجانب الاصطفافات الحزبية أبدا وأنا أشهد بذلك وإنما ما كنتش كتقوموا بدور المناولة المواقف اللي ما كيقدر سيبن كيران أو حزب مشكلة لا يرضى مناظرون الذي يقود الأغلبية أنه يخدها كيف يفوضها لكم لا أبدا مناظرون هم أكبر من ذلك وحزب العدلة والتنمية أعتقد بأنه أكبر من ذلك النهار اللي غادي يشوفوا المناظرين دينا أنه حزب العدلة والتنمية كي بغي يوضفهم بهذه الطريقة أعتقد أن أول واحد غا يقف وجاء العدلة والتنمية هم مناظرون الاتحاد الوطني عمر نام عمر نامش ناتش وأنا أقول هذا الكلام أقوله وأتحمله مسؤوليتي فيه النهار للمناظرين دينا الاتحاد الوطني غا يشوفوا بأنه حزب العدلة والتنمية يريد أن يوضفهم ضد الوزير الفلاني أو لمصلحة الوزير الفلاني أقول لك بأن أول منصفض في وجه العدل أو تميس يكون هو الاتحاد الوطني طيب موضوع آخر الخريطة الانتخابية أو الخريطة النقابية أستاذ الحلوطي يعني كانت حدثوا على الموقع ديالكم ضمن المشهد النقابي واش فعلا تتعكس حقيقة التمثيلية في بلادنا هنا أحيلك على المنظومة أو القوانين لتؤطر الانتخابات ديال المأجورين واش عندكم شي ملاحظات في هذا الصدد هذا أكيد أكيد عندنا ملاحظات كثيرة ولكن قبل منها يعني جفر روبرتاج بأن النقابة ديال الاتحاد الوطني هي الآن تحت الصف الرابع ضمن خريطة النقابات الأكثر تمتيلية على الساحة الوطنية ولكن لنسبة أن آخر انتخابات اللي كانت ديال مجلس المستشارين استطاعت أن تحصل على رصبة تانية في مجلس المستشارين مجلس المستشارين في الأصوات للمندوبين من مختلف الأطراف ويكون تصويت سري وفي محاضر مضبوطة وتكون الأصوات يعني مضبوطة أكثر من كثير من أي انتخابات أخرى فهذه الانتخابات هذه الاتحاد الوطني الشو مريب هو في الرتبة التانية هذه قضية الأولى القضية التانية وهو ربما النقابة الوحيدة اللي حافظت على الأصوات ديالها أكثر من أصواتها أزادت عن أصواتها الأصوات ديالنا زدنا فوق منهم وهذا كي حصلنا في جميع الانتخابات التي تكون فيها نسبة من النزهة ونسبة من المصدقية القضية التانية تسألني هل هذه التمتيلية اللي عند النقابة الاتحاد الوطني هي التمتيلية الطبيعية أقول لك لا توجد نقابة اليوم في المغرب عندها تمتيلية وفقا لتواجدها على أرض الواقع بمعنى بمعنى أن الانتخابات التي نجري بها الانتخابات السواء اللي جانتونية وبالخصوص منادي بالعمال هي انتخابات أستطيع أن أقول بأنها تعطي خريطة مشوهة تعطي خريطة مشوهة وهذا نقشناه ويقتنع به العديد من القوانين المؤطرة تعدل الخمسينات على ما أعتقد القوانين المؤطرة وهي لا يمكن أبدا والإخوان اللقبيين الآن يسمعون ويعرفون ذلك والجهيزة التي تشرف على الانتخابات تعرفوا ذلك طريقة التي تمر بها الانتخابات وبالخصوص في القطاع الخاص هي طريقة سيئة وسيئة جدا لكن لماذا لم يتم مناقشة هذا الأمر والدعوة إلى إعادة النظر في هذه الانتخابات طالبنا بذلك بل لم نطالب فقط وإنما كان من مقتضايات مجموعة من اتفاقات الحوار الجماعي الذي كان بين أطراف النقبية وبين الحكومة المغربية التي مرت وكانت في عهد حكومة الحكومة ديالستعباس الفاسي قطعنا أشوات كبيرة في مناقشة هذه القوانين كنقابات وأعتقد بأنه نقشنا كل هذه القضايا في اجتماعات متعددة وخرجنا بخلاصات ولكن على أساس تلك الخلاصات كان ينبغي أن تجرى بانتخابات الفين وتسعود والأسف أنهم اعتبروا بأن الفين وتسعود قربت وما بقاش الوقت ومرت انتخابات الفين وتسعود اعتبروا من هم؟ كانت تكلمنا على الحكومة ومرت الانتخابات ديال الفين وتسعود بالطريقة القديمة والنقابات كانت كلها موحدة فيما يخص هذا المطلب هذا دي الإعادة النظر في هذه القوانين هنا لها من هي هذه النقابات؟ لا مسألة عادية لا لا احترام أنا مسؤول النقابي أنا مسؤول النقابي وأحترم باقي الإخوان في باقي النقابات الأخرى وليس من حقي أن أتكلم باسم نقابة أخرى ولكن الذي أستطيع أن أقول لا هذا معطا هناك نقابات لأنه كما تقول لك لا تخبيش وجهه هناك نقابات نقابات رفضت ونقابات ونقابات أيدت من هي هذه النقابات؟ اللي نقدر نقول لك هو أن هذه المطالبة بتغيير القوانين والتي تجرى بواسطة هذه الانتخابات فيها أكثرية النقابات متفقة إلا القليل ما بغيتش تقول لنا القليل ليه المشكلة أستاذ الحلوطي أنه هذه النقابات كما يقول بعض المراقبين التي تدعي أنها الأكثر تمتيلية هذه تمتيلية أيضا كلمة كبيرة الأرقام التي كشفت عنها المندوبية السامية تخطيط مؤخرا أرقام صادمة أهم مؤشرة حول جودة الشغل خلال 2016 هناك نوكوس كبير دي المغاربة وعزوف كبير على العمل النقابي وانخيرات في العمل النقابي المندوبية أشارت تقريبا ما يلهي 97% من الساكنة النشيطة المشتغلة سواء بالقطاع العام أو الخاص أي ما يزيد على عشرات المليون شخص غير منخارطين في أي نقابة أو منظمة مهنية أيضا 94% من المشتغلين في المدن والحواضر في المدن المغربية لا ينتمون إلى أي نقابة وتقريبا كان هذه النسبة 90% في الواسطة القاروي بمعنى أنتما في نهاية المطاف لا يتمثلون إلا العدد القليل من الساكنة النشطة في البلاد ومع ذلك تتدبز على التمتيلية وبأن الأكثر تمتيلية وتقاررونه في مصائر العباد أتفق معك أستاذ يوسف وهذه القضية هذه يخصش فقط الآن بالمغرب وإنما الإحصائية تقريبا على الصعيد العالمي غير يتقريبا في هذا الاتجاه قلة التنقيب ولكن اللي نعرف بأنه عندما نقول أنه عندنا تمتيلية للنقابات في نهاية المطاف في نهاية المطاف نفرق بين الانخيرات النقابي وبين التفاعل النقابي أعطيك على سبيل المثال لما تدعو إلى إضراب مثلا نتكلموا على قطاع من القطاعات مثلا نتكلموا على قطاع التعليم لما تدعي إلى إضراب نسبة الانخيرات في الإضراب أحيانا قد تفوق 90% مثلا هل يعني أن هؤلاء الناس المنخرطون وحدهم هم الذين يلتزموا بالإضراب لا ولكن ما الذي يمنع هذا الأستاذ مثلا أنه لغاية الإضراب أنه ينخرط في النقابات شكالك يمنعه هذا مشكلة أخر ولكن نقدر نقول بأنه طريعة العمل النقابي طريعة العمل النقابي هم النقابيون هم المنخرطون النقابيون ولكن يشتغل معهم العديد من المناضرون الآخرون الذين ينضروا بطريقتهم دون محاجة إلى أن يأخذوا البطاقة ولكن مع ذلك أقول بأن ضعف تنقاب موجود أزمة العمل النقابي موجودة وهذه الأزمة هذه هي العمل النقابي واتقف العمل النقابي والتفاعل مع العمل النقابي هذه موجودة ونعاني منها جميعا نعاني منها جميعا كل بقدر معين ولكن هنا نسأل أنفسنا جميعا كنقابات كحكومة كقواني كنسمعون النقابات تقول كراءة القمعة الحريات وكنسمعون يقون باللائمة فقط على الحكومة وعلى الجهة والسلطات أما النقابات يعني الأسباب والوضعية والبنية الداخلية هاته وحما تيهضر عليها لا العمل النقابي بكل بساطة لم يعد يغري المغاربة لأنه ينطبق عليه ما ينطبق على الأحزاب البنية الداخلية ما كنش الديمقراطية الداخلية كي أن اختزال النقابة في الشخص والزعيم الأبدي وبالتالي يعني كالنقابات نصرفات و30 عام على رأس بعض النقابات المشكلة أكبر من ذلك واش العمل النقابة ما تقوله موجود ما تقوله موجود يعني قضية حرية نقابية نقول بأن الحرية نقابية ببلادنا لم تصل بعد إلى الدرجة التي تجعل منخرط النقابي والفاعل النقابي يعني نموذج لبعض النقابيين مجرد ما يكش تكونوا مكسب النقابي يطرد إذن فكيف تصور معي أن بتواطئ بتواطئ مع النقابات في بعض الأحيان لا أستطيع نقول بتواطئ مع النقابات لا يصعب يصعب ما تقولش النقابات ره ملائكة يصعب في القطع الخاصة الشركة النقابات لها أخطأها نقابات لها أخطأها ولها عيوبها ولا نوعيوب لا أبدا وإنما عندنا الناس مجرد ما يديروا مكاتب نقابية وبالمناسبة هذا ليس فقط في نقابتنا وإنما في جميع النقابات نقابات نقابية تكون من هذا إذن في الحريات النقابية لحد الآن لازالت يعني الأطراف المعنية بالموضوع تأخذ بعين الاعتبار وضع الشركات والحفاظ عليها ولو كان لديك على حساب العمل ولو كان على حساب العمل النقابي هذا يجعل الفاعلين النقابي أو العمل النقابي لا يجد تلك الحرية التي يشتغلوا في إطارها ولكن في نفس الوقت هذه الشركة تتكلم عليه موجود لما تكون عندما عندش ديمقراطية داخلية لما تكون يعني أحيانا يشعر بعض النقابيين بأن بعض النقابيين يشتغلون بطريقة بعلمات في هذه الحالات أستطيع أن أقول بأن هذا معك من الأسف لازال موجودا وهو من الأمور التي تجعل بعض طيب رجعوا نقطة للعلاقة قبل أن ندوز الملفات الاجتماعية المطروحة بحدة على الساحة ببلادنا رجعوا لعلاقة الحزب بالنقابة ما تأثير أو إلى أي مدى سيؤثر هذا الجدل بخصوص تعديل المادة وقضية التمديد للسيبن كيران أفوق المؤتمر الوطني المقبل الحزب إلى أي مدى ستؤثر على النقابة ديال الانتحاد الوطني للشغل بالمغرب لأن هناك من يقول المؤيدود للتمديد تقولوا بأن الرحيل للسيبن كيران سيكون وبال على الحزب وأيضا على النقابة هل تتفق مع هذه النقطة أعتقد بأنه لا توجد هناك علاقة في هذا الموضوع وإذلك استطيع أن أقول بأنه موضوع من عدم تمديد هذا شأن حزبي معض ولا تدخل فيه لمن يقولون بهذا الطرح تقولوا بأنه منطقيا أنه القاعدة الشعبية أو القاعدة الانتخابية دي الحزب والحركة والنقابة تقريبا متشابهة وهي نفسها تقريبا دي الحزب هل يكون تأثير ربما الحزب كما على النقابة طيب هو الحزب تجاوزت تأثير عنده تجاوزت تأثيره مجالات متعددة كما أن النقابة تجاوزت تأثيرها مجالات متعددة ولكن هذا الموضوع وإذا لاحظتم لم أعطي أي تصريح في هذا الموضوع في هذا الموضوع ما أعطيتش تصريح الله إلا النقاش الذي كان فيه داخل مجلس الوطني لحزب العدل والتنمية باعتباري عضفي يقال بأنك كنت قويس قويس حشي شوية ولكن مع ذلك كنت من أشرص معارضية للتمديد السيب الكيران لا 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 أبدا 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 كنت موقفك كنو كان معه أو ضد أنا حسب معلوماتي بأنك كنت من أشرص وحتى المداخلة ديالك كانت في المجلس الوطني كنت معارض للتمديد لا 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 كلمة ديالي في المجلس الوطني لم تذهب لا إلى التمديد بطريقة يعني قوية ولا إلى توقف على المعطيات وعلى النقاش وهذا اللي كان في المجلس الوطني في حقه كانوا مستوى عالي ورفيع من النقاش والذي أدى في الأخير إلى تصويت بما تصويت عن المجلس الوطني ولكن ستلاحظ بأنه النقاشات اللي كانت على المستوى مختلف وسائل الإعلام لم أعطي أي تصريح علاش حتى لا يحسب ذلك التصريح بأنه يعني موقف لنقابة الاتحاد الوطني الشغل المريب وبالتالي أو لك تشوف الكفافين غتميل أبدا أبدا لأننا لا نطمع في أي شيء لا نطمع لا طموح طموح شيء مشروع أنا كنقول لسنا طامعين في أي شيء نحن نقابة نشتغل في أرض الواقع مع العمال مع الموظفين ومستعدين لتعامل مع أي أمين عامل العدل والتنمية ومستعدين لتعامل مع أي رئيس حكومة سواء من العدل والتنمية أو من غير العدل والتنمية وهذا القضية يبن سبعنا هذا والذي يهمنا وبرمجنا سمشي في هذا الإطار طيب يعني أصحاب هذا الطرح يقولون بأن أكبر دليل على التبعية للنقابة للحزب للعدل والتنمية هو تغير المواقف للنقابة اللغة ديالكم مواقف ديالكم من خلال مجموعة توجهها مجموعة من الملفات الاجتماعية بمجرد يعني وصول الحزب إلى الحكومة كان الاتحاد الوطني للشغل قبل 2011 وكان يحشو وكان يطار على قضايا الطبقة العاملة وكانت مواقف قوية في مجموعة من المجالات الآن والتي تقولون السقور والتي تقولون حمائم كما يقولون منتقدكم كيف يشكتبون هذا الكلام هذا الكلام هذا الكلام غير موجود نحن بالنسبة لنا لم نكن في يوم الأيام لكن واضح بأن النقابة محرجة لم نكن لا سقور ولا حمائم إذا رجعت مثلا إلى عمل نحتق من مماجئة حزب عدل والتنمية ستجد بأن رؤساء الحكومة السابقين نقول لك سير عند السيجط سير عند السيجط بس الفاسي وتعاملنا معهم قبل ما يجي حزب عدل والتنمية سيقول لك بأن مواقف الاتحاد الوطني لم تكن مواقف مزايدات لم تكن مواقف صقور وإنما كانت ليست مواقف صقور ولا مواقف حمائم كنا نشتغل وفق برنامج عندنا وفق مطالب نشتغل من أجل تحقيق أحسن ما يمكن ولكن عندنا باستمرار أنا لم يمكن ندخل الحوار الاجتماعي لكي أحقيق مئة في المئة من ما جئتم من أجل مطالبتي وإذلك تخدم مواقف فيها ضرار الحزب عدل والتنمية داخل الحكومة أنت ترى بأنه في عدع بس الفاسي مع من وقعنا الحوار مع من كان عندنا الاشتغال كنا نشتغل مع أحزاب كانت في الحكومة نحن كنا في المعارضة أنا ذاك يعني كحزب عدل والتنمية كان في المعارضة وكنا نشتغل في تنسيق قوي لكن السياق يختلف في تنسيق قوي حزب عدل والتنمية بعد 2011 نسقنا بشكل قوي مع الإخوان في الاتحاد العام والشغالي نسقنا مع الإخوان في الفيدرالية وذلك الساعة تتكلموا عن الفيدرالية كانت تكلموا التحاد الشراكي كانت في الحكومة كانت تكلموا على الاتحاد العام كان حزب استقلال يقود الحكومة وشغلنا في تنسيق واحد درنا إضرابات جماعية ودرنا حوار جماعي ودخلنا المناقشة دي حتى دي الحوار اللي هو الآن كانت تعامله مع دي الحوار دي 2011 دي الأفريل 2011 دخلنا له بثلاثة ودخلنا بمعنى ما كناش كانش عالوه في يوم الأيام بأننا نقصنا اللعبوة الدور دي المعارضة رغم أن الحزب أنا داك في المعارضة ومشينا وقعنا الاتفاق دي دي 26 أفريل 2011 وقعناه من كنقل وقعناه في إطار توافق بيننا كنقبات مع الحكومة برئاسة عباس الفلسي وحزب العدل والتنمية وقعته و الآن تخليتم عن الدفاع عن تنفيذ ما تبقى من هذا الاتفاق اليوم لازلنا ندافع على احتشام ما بقاش دي الترافوع ترافوع باحتشام بأن النقبة محرجة بأنها تأخذ مواقف بل أنها كما يقول المنتقدين دي الكوم تدافع للسياسة دي الحكومة سواء السيم كيلان أو لسيم عتماني لا اللي غايقولي غالن دفع للسياسة دي الحكومة العتماني أعطيني القضايا اللي دفعنا في الحكومة غاة عن القضايا غاة عطيني قضايا وغاة ينقول لك واش فعلا دفعنا على الحكومة نتفهموه ولكن بعدها هذا الفاصل الفاصل ونواصل مرحبا بكم مجددا مشاهدين الكرام في برنامج ساعة للإقناع الذي نصدف فيه هذا الأسبوع السيد عبدالله الحلوطي الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أستاذ مرحبا بك مجددا من بين القضايا اللي يعطى بها المثل بأن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب كانت مصطفى إلى جانب الحكومة في مواجهة الشغيلة هي قضية إصلاح صناديق التقاعد كانت مؤلمة منسبة الطبقة الشغيلة جميع النقابات كانت تصيح وتترافع لصالح طبقة الشغيلة أنتم ممشيتوا في تجاه آخر وسنت الحكومة في هذه النقطة وصوتتوا في البرلمان لصالح إصلاح صناديق التقاعد الآن كانت اقتطاعات ربما ستصل إلى 30% وقيلة في الإصلاح وكانت وقيلة اقتطاعات في نهاية الإصلاح على ما أعتقد المهم تقدرت صح ليه ماشي مشكلة ولكن كانت اقتطاعات بداية السنة المقبلة وكانت اقتطاعات مؤلمة منسبة للموظفين ومع ذلك باقين تتقولوا بأنكم كترافعوا صالح طبقة الشغيلة طيب احنا كان نعتبروا بأن الموقف ديرنا من الإصلاح دي الأنظمة دي للتقاعد كان نعتبروا بأنه في مصلحات الشغيلة هذه قناعة ومليكا ما نقول هذه قناعة بغد ندر علش كل في الحكومة باش نفهموا هذه المعادلة باش فهم هذه المعادلة اللي نفرض أن اليوم في هذه المرحلة مكانش العادلة والتنمية كان نحيز بآخر مثلا كيقول للحكومة فهدمي الفادة دي للتقاعد كنا غادي نمشيوا في نفس التجاه اللي مشينا فيه علاش احنا درنات حليلنا وتابعنا الإصلاح دي الأنظمة دي للتقاعد من 2004 وكنا داخل الجنة المختصة وطلعنا على الأمور بلقاءات متعددة ولقاءات كوينية ولاحظنا بأن الصندوق دي للتقاعد غادي للحيط احنا مبغيناش نديرو داك المنطق ديال انه خلي الدولة ضبر راسها احنا ممعنينش بالإصلاح لا مبغيناش نركبوه على الموجهة ديال ضغطة العواطف ديال الشغيلة ونقول لا احنا معاكم احنا ضد الإصلاح ديال تتعني النقابة لا انتكت عن النقابة الأخرى انا كنتتكلم الان على راسي انا كنتتكلم على راسي ما كانش ممكن ديرو هذه الخدمات مشيناش نشتغلنا مع المجلس القصد والاجتماعي من طرف اخوان ديالنا اللي كيمكنونا في مجلس القصد والاجتماعي ودلنا دراسة الموضوع الخلاصات اللي خرجنا بها هو ان هذا الإصلاح هذا ديالتقعد يا اما غيرتصلح يا اما انه اللي غيرتدتمن غالي هو الشغيلة اولا وبالتالي كنعتبر انفسنا سواء اقتنع سواء اقتنعات الشغيلة تخيص ربما كتفكم مع الجميع نعطيك تقارير الحل مش تقول الحل الأسهل المواطن البسيط الموظف البسيط لا احنا بنوس بينا الحلول الحلول ما كانتش أمامنا حلول كثير بزاف حلول اللي بين الدين وهذا بالمناسب مش فقط في الإصلاح لدين لدين التقاعد في المغرب هذه الإصلاح لدين الانظيمات قريبا في العالم والعالم كله يعاني من هدو وكان الناس اللي سبقونا وكان الناس اللي الان بحرنا وكان الناس اللي جاي نعطيه واحدة نموذج الآن سكسر بينا البردراهمين رايز توقف ليدة قاعد علاش لانه الإشكال اللي كان عندنا وقع عند البرلمانيين اللي كان عندنا في الوظيفة العمومية والسامر كان عندنا في واحد الوقت ولا اختلال ما بين الناس اللي كي سهم كانت المقارنة في غير محلي هذاك نيقاش هذاك نيقاش هذاك ريع ماشي فين بريتنا وصلنا لما جاء بعض الناس ديك ساعد يقولون لأن الدولة ستحل المشكل اليوم اللي وقع المشكل والناس ما توصلش ومشكل وقعهم لهم لما قلبوا عند الدولة الدولة قلتهم من صندوق ديكم بولادكم شغلكم هذاك هذا الصندوق ديالت تقع على السامير هذا الصندوق ديالنا ديال الموظفين ديال المنخريطين هذا الصندوق فيه مداخل وفيه مصاريف هزا المداخل ومصاريف مبقعتش متوازنة إذا خصنا نقلبه كيفاش يمكننا هذا الصندوق يحافظ نحنا بالنسبة لنا مشينا المقتانعين الشيء اللي كان عندنا فيه شوية ديال الضرر حسين به وليس كنا نقول بها نحسين بها حسين بها وليكن بلينا نريد ان نجد الاصلاح لابد من واحد شوية المرورة ديال الدواء ديال هاي كالمرورة هي ثمديد ديال السنوات ديال التقاعد واللي غادي تصل حتى الى اثنين سنة بالنسبة الاقتطاع في الانخراط اللي هو اربعه في المية كنا اتفقنا معه استيد رئيس الحكومة نا داك السي عبداليلاء بن كيران كان اقبت اتفقنا معه باش يعوض على الاقل في الأول هذه كربعة في المياه دي الموظف الاقتطاعات فيما يخص باش تصرحوا أنصلي ما تقاعد الأسعار كترتافع المحروقات كتزاد يعني هذا الموظف شنو بغي في نهاية المطاف شنو بغينا منه هاد الموظف هذا شنو بغينا هيدير هاد الموظف هذا هو كيعيش فهل بلاد هادي واش إصلاح دائما على الحساب هذا الموظف هذا لا مش الإصلاح على حسابه هذا مش إصلاح على حسابه هذا إصلاح مني كان قراءة موضوعية كان لقوا بأنه في إصلاحته لأن هاد الإصلاح إلا مدرناش دائما غايق الدهوة الثمن ديله أغلى يمكن إلا تعطلنا خمس سنين خلاق ولا تعطلنا عشر سنين خلاق أولا غالق ورصنا في واحد الأزمة خطيرة جدا في صندوق ديال التقاعد والإصلاح دياله غادي يكون مكلف جدا وهكي يجي الدور ديال الحكومة والحلول أولى ديال البرلماني في إعطاء الحلول يعني المبدعة إن صح التعبير ركاين تهرب ضريبة في المغرب تهوى هذا موضوع ما كانت نقش جزاف وكي يعني ويكبد الدولة خسائر خسائر كبيرة عش ما كمشيش في تحوى هذا المجال مثلا هادا اقتصاد الريع للحكومة رفعت الشعار دياله من بعد وقفت في النص مثلا هادا اقتصاد الريع التهرب الضريبي وغير هامل القضايا واحد المجموعة ديال الإصلاحات للبلاد قصد دياله هذي كلها أمور متوحة ولكن ما قدناش ولكن الإصلاح التقاعد مش نحقرنا على الموظف البسيط لا إصلاح التقاعد كان عندنا جوج ديال الخيارات كان هذا الخيار ديال متسنو الإصلاح ديال الريع والإصلاح ديال الإصلاح الضريبي وغيرها وغيرها تسنوها وقت تأتي بنتائج وقت لا تأتي بنتائج والصندوق ديال التقاعد كان يستنزف كل سنة وصلنا فيه حوالي عشرة ديال المليار من السنزاف السنزاف كان ممكن نزيد وقلت لك 3 سنة 4 سنة 50 خلال لكني سنجدوا الإصلاحات ناحية التي تسنوها نطلع الإصلاحات الإصلاحات الآن الصندوق ديال التقاعد ستقلب بشكل كلاس أموال ديال الصندوق ديال التقاعد وفتح حقيق وقلب هذا السوء الكبير ليتواح ما، ما بريدوا يجاوبوا عليه لا هاتش يمطروح ، ولكن يمطروح لإصلاح ديلتقاعد و لا إصلاح ديلتقاعد متروح هادك بغض النذر على الإصلاح الديلتقاعد لا بغي الموظف لي لخاله مطاف لي فإنه يقدي ح 7 اما سوء رجعنا بغي نجاوبه عليه لتلك كل مسؤول وتعال نقابات سكتا الموظف لا يؤدي حدثا من الموظف اليوم هو يؤمن تقاعده يؤمن تقاعده يؤدي جزءا اليوم من عمره وجزء من ماله واللي احنا بقين لحد الان كان طالبه بالتعويض ديال ذلك القسطاع اللي تم تعويض عبر الزيادات في الأجور وهذا يمكن إلا كان عندنا كلام حول حوار الاجتماعي نتذكره فيه هو النقطة الموالية هذا أساسي بالنسبة للمواطن ولكن هذا الحماية ديال الصندوق ديال التقاعد هي حماية التقاعد الموظفين حماية ديال التقاعد ديال المواطنين المغاربة ولم يمشي لشفاد المصر هذا هذه قناعة كانت عندنا قدروا نقولوا غلطين ولكن هذه كانت قناعة عندنا ما كانش ممكن نخليوا الأمور أولا تقدروا تعيدوا النظر فاش ما تبقشت عادلة والتنمية متانا بالحكومة أبدا أبدا أقسموا لك القضية لا علاقة لها لا بالعادلة والتنمية ولا بحيز الاستقلال ولا باتحاد الشركي القضية عندها علاقة بقناعتنا احنا قلسنا كنقابة ودرنا أيام دراسية وعايتنا على خبراء وقلسنا ونقشنا وخرجنا بهذه الخلاصات هذه الخلاصات كيمكالينان بشيو في هذا الاتجاه هذا الإصلاح للأنظمة للتقاعد بأقل تكلفة ممكنة لأنه لازلنا القدام ستكون بأكثر تكلفة ممكنة وأنا ذاك ستشعره بالدنب لأنه مصلحناش تقاعد بحيث ستشعره بالدنب اليوم مصلحناش تقاعد لما تحسي جتوق مبتداء من 2004 كنت تأخره في الإصلاح كنت تشعره بالدنب فلتفعل مهول في الأسعار القضية الثانية القضية الثانية هذا المصر الذي مشينا فيه احنا كاتحاد وطني مشا فيه المجلس القتصادي والجتماعي المجلس القتصادي والجتماعي لا يحبي الأحزاب احنا كنت أعتبره بأن المجلس القتصادي والجتماعي هو مجلس فيه خباراء فيه مكوينة متعددة وفيه ناس اللي ما كهمهم مش المواقف الحزبية كتهمهم الخبرة وهذه كلهم خرجوا بنفس القناعات اللي خرجنا بيحنا في الاتحاد الوطني مجلس الحسابات تشخيص يعني كان تقارير وكان تقارير متشابه تقارير الحلول حزمة إجراءات الموازية لأنه هذا الموظف البسيط هذا كنا نرتفع في الأسعار كنا نتقدر عليه كنا نتقدر على النقابة دي لكم ممكن نشوفوهش مثلا الطرفوع دي لها وارتفع موهي في الأسعار المحروقات الموظف يتركوا لمصيره يعني علش ما كتفين فينا هذه الإجراءات الموازية باش نخفوه علي شوية لعبة احنا بالنسبة لنا عندنا ميرفات مطلبية هاد الميرفات دي المطلبية اللي غير نتكلمه على ارتفاع الأسعار كنشوفوه المستوى دي لتدخم المستوى دي لتدخم لحد الآن ما زال في الحدود كان اعتبره بأنه ما زال في الحدود المقبولة ما زال في الحدود مقبولة لحد الآن التدخم عندنا مفاتش جوج جوج في المياه احنا كان اعتبره بأن المستوى دي للأسعار هو مستوى اللي هو موجود تقريبا يتأثر بتأثرة الاقتصادية على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الوطني وبالظروف العامة وبعض المواد كما تلاحظ بأنك ترتفع وبعض المرات عودتيني كتفت أما الكلامة كحول ارتفاع ديال الأسعار احنا بنسبالي نوقع تكلموا على ارتفاع الأسعار ارتفاع الأسعار قضية بنيوية قضية بنيوية دبري اسمع هذا كلام سيد خلوطي غاد يقول بأن وزير في الحكومة هو مريك يتحدد ماشي نقابي لا 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 كنت تكلم قلقة من الواقع انت لقلقة من الواقع انا اللي كانت تكلم عليه هو كاين عندنا الزيادة في الأسعار شنوه خصي يكون معها خصي يكون معها الزيادة في الأجور انا ما كنقولش علش الزيادة في الأسعار انا كنقول علش ما كناش الزيادة في الأجور وبالتالي اليوم احنا وقف هذه النقطة مهمة تحن على الحوار الاجتماعي كانت من الأهم المطالب ديال اللي رفعتها المركزيات النقابية اللي هو الزيادة في الأجور في الجلسة الأولى واللي خرجت تقريبا غالبية النقابات متشائمة ومتخوفة في مستقبل هذا الحوار الاجتماعي كان تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل ثم كاتحاد وطني كيف تقيمه الجلسة الأولى دي الحوار الاجتماعي لأنا أرجع لتنائية السقور والحمائم قيل بأنه في الجلسات السابقة وفي الحوار ما قبل صعود العدالة والتنمية الحكومة كنت سقور وقد دخلوا للجلسات وقد دخلوا شي شوية ديبلوماسية كانت من السيوسف لو كان حضرتي معناه في الجلسة الحوار لو كان حضرتي معناه في الجلسة الحوار Yang لو كان حضرتي معناه في الجلسة الحوار لأنه وجهنا الحكومة بالمطالب الأساسية اليوم والآنية وكانت لغة دينا مع الحكومة لغة قوية ولغة شديدة أكثر من ذلك اكثر من ذلك احنا اعتبرنا بانهما ينكشد الحوار الاجتماعي رجعوا فيه للمنطقة اللي كنا كنا نشتغلوا به من قبل دياللي جان وكذا الاخير وطلبنا باش تكون عمل حوار الاجتماعي في وقت محدد في زمن محدد لكي نصل الى مخرجات محددة وذلك اليوم نعيبه على الحكومة ونعيبه على السيد رئيس الحكومة لانه اعتبرنا بان الجسد انفتوحة وهذا الجسد انفتوحة انا داك وداخل الجسد الحوار كنت كنقول له السيد رئيس الحكومة الله يخليك ما تقول لناش غادي يرفعوا الجسد دون انه حديد تاريخ اللقاء فيما بعد وقالنا رئيس الحكومة اللي غادي ينصدعيكم ومع ذلك حنا الان حاوليش هرين اليوم وعتقوا بيراس بان الجسد فتوحة حاوليش هرين وماذا السيد رئيس الحكومة ما استدعناش لتتمت الجسد اللي تعتبرت مفتوحة يعني انتم ما كنت اعتبروا بان الحكومة غير جادة غير جادة في مسألة الحوار الاجتماعي كان اعتبروا بان هذا إذا كانت النقبة اليوم ستتفق على شي موقف نضالي احتجاجي على هالتوقف ديال الحوار الاجتماعي ودفعه الى ان يرجع الى المائدة مرة اخرى كان نظن بان هذا مطلوب اليوم من النقبة وانا من هذا الموقع هذا ومن هذا المنظر ديالكم سيد يوسف كان نقول سيد رئيس الحكومة بانه ما كانش ممكن اننا نقولوا بان الجسد مفتوحة وغادي نطلقا كنت كان قبلها نطلقهم بعد اسبوع من قبلها نطلقهم بعد جد اسابيع من قبلها نطلقهم حتى بعد شهر ما يجي مشكل ولكن اليوم مرت شهرين وما زال ما كانش خبار على الحوار الاجتماعي وهذا غير معقول فاش كتفصوها بسألة باش كتوصفوها هاد الموقف ديال الحكومة واشو عدم جدية واشو تهرب واشنو انا كنشوف اللي من جهتي ايه اللي من جهتي انا كنقبخس الحوار يكون المعطيات اللي عند الحكومة كتقول الحكومة شهرين كتكت توقع اسبوع واشو شهرين وباقي مكين ولا خبار كتسميو هادشي شنو الاعتبارات اللي عند الحكومة الله أعلم لا ما شيش غيرك في الحكومة دبا قولي يانتوما كيفاش كتوصفوها هاد الموقف احنا كنوصفوها هاد الموقف بانه فيه واحد نوع من عدم تفاعل ايجابي مع النقبات دفع كلمة ديبلوماسية باش متخصوش الخاطر للسيد رئيس الحكومة لا ما كان قلبوش باش نخصوه خاطر لانكو كان متناستادات اليونتيجو كده عدم جدية وعدم سمعناستيقلش مثلا كندا كانت مواقفو واضحة انتم ما باقي كانت ديولو شي شوية ديالي بدل ديبلوماسية لا لا لكل مواقفو انا بالنسبالي ماشي قضية ديبلوماسية انا كنقول بانه توقف ديال الحوار الجمعي فهذا المرحالة بدينه كنك يخصو يكمل بشكل مباشر ويعطي نتائج ويعطيه رسالة لمواطن المغربي الكلام اللي كانت تقول قبيلة ديال عدم تنقيب وكذا لان الساحة الان الساحة الان كانت تعتبر بان العمل النقابي مقاش عنده دور وقلناها للحكومة هنا اضعاف العمل النقابي هو اضعاف الواحد الوساطة اساسية ما بين الدولة والمجتمع واليوم بهذا العمل هذا كان ضعفه العمل النقابي وبالتالي كان كنك يخص يكون حوار ويكون طريقة قوية وطريقة جدة ويعطينا مخرجات لارسال رسالة ايجابية للمواطنين نقطة اخرى بقيت الموقف ديال التحال الوطني من قانون الاضراب موقف ديال التحال الوطني من قانون الاضراب هو الاخر لا علاقة له بالحكومة ايا كانت الحكومة ومرة اخرى كنقول سوى الحكومات السابقة قبل ما يجي العدل والتنمية موقف ديال من قانون تنظيم الاضراب كان باستمرار هو هو احنا اليوم كنقوله كنقوله بانه ما يمكنش ربما لكم تتهموا بانكم دعمتم الحكومة السابقة برئاسة السبكية بانه في اقتطاع الاجور وقفته ضد لا أبداً ما كايش قتطاع المضربين لا أعمرنا ما قلنا بأنك نتفقه مع قتطاع الأجور لما وصلنا القضية دي لقسطاع الأجور قلنا بأن الحكومة آنداك أولات القانون بشكل يرضيها هي ودرت القسطاع أحنا لذلك نقوله خصنا اليوم القانون تسنظيم الإضراط يخرج قريباً لنوغي حلنا الإشكال دي لقسطاع أو عدم القسطاع ولا غانقساط عليمان غانقساط عوش نهي شروط دي لقسطاع وعدم القسطاع لكن هذا القانون التنظيم اليوم اللي هو في البرلمان احنا كنعيبوه على الحكومة بأنها مخددش الوقت الكافي الاستشارة مع النقابات فهذا المشروع اللي حطته انا كانت فهم ان الحكومة حطته نقدر نقول لك في اخر يوم من الولايات على اهميته اخر يوم حطته اخر يوم انتخابات كانت نهار 7 اكتوبر ويحطته نهار 6 اكتوبر في البرلمان لانه كان فرض عليها دستوريا دستوريا فرض عليها على انه القوانين تنظيم يخص التحالف داخل هاد الولايات اذا هي حالته شنو اللي كيبقى اليوم اللي كيبقى اليوم هو ان هذا القانون هذا التنظيمي الاضراب خصنا نعطيه وقت كذلك داخل الحوار الاجتماعي ما بين الحكومة وبالنقابات لمناقشة شنو تخوفا ديالكم هاد القانون احنا معنا التتخوف معنا التخوف تخوف واحد اللي عندنا وهو مصادرة الحق ديال الشغيلة في الاضراب واذلك سنقف بالمرصاد لكل عمل اللي ممكن يقطع على الشغيلة المغربية أنا أن في مرصد الحق هذا في الاضراب ولكن في نفس الوقت قنقولوا بأنه قبل من القانون تنظيمي الاضراب هنحن بخصنا قانون النقابات ديال nunين dershed يال ranged qui نزيل الفصل تامي من الدستور إذا القانون النقابات هنبالنسبة لنا هو أهم واللي خص هو خطوة أولا قبل من القانون تنظيمي الاضراب علش كنتقلم على قانون نقابات علش اليوم عندنا قانون ديال الأحزاب وليقول ن Belatli الحزب اليوم تهيكل عملها بناء على هذا القانون والنقابات ما زال عندنا كلها كي تمشي بطريقته هنا كمان يقول بأن بعض النقابات ترفض تنزيل هذا الفصل الثاني من الدستور اللي هو اللي تحدثت عليه خوفا من المراقبة المالية لدعم المالي اللي كانت توصل به من الحكومة السنوية وتحديد عدد ولايتين في اثنتين بمعنى باقين ما بغيناش تخرجوا من الزعيم الأبدي ديالنقابات والأحزاب وشك التفق مع هذا وشك كان في علان هذا الكلام هذا ربما يكون ولكن احنا بنسبة لنا كنقابة ما عندنا شهد إشكال علاش أولا ميزانيتنا كانت رحوها لهيكل ديال الحزب ما عندناش سنتيم كيدخل للنقابة أو سنتيم كيخرج من النقابة إلا بقرارات مسؤولة كتعرض الميزانية كل سنة في المجلس الوطني اللي كيكون في آخر السنة أو كيكون في بداية السنة المولية وكتعرض الميزانية بمداخلها بمصارفها وبكل هذا بنسبة لنا احنا ما عندناش فيه إشكال القضية الثانية تحديد الولايات أولا عندنا جهش ديال الولايات وسوف نمددها إلى ثلاثة وسوف نفكر في ذلك أبدا لأننا نحنا نعتبر بالنججة الولاياتية كافية ما عندكم شما يدى 16 تقوض كافية لا عندنا في قانون ديالنا عندنا جهش ديال الولايات مش فقط على جميع المستويات ديال المسؤوليات داخل النقابة وبالتالي احنا نطالب بأن يكون قانون النقابات حتى لا نبقال وحدينا في هذا المصار احنا بغينا العمل النقابي في داخل الصحة مورنية كل نكلية في هذا المصال linha هايكون في مصلحة العمل النقابي وغاكون في مصلحة الشغيلة المغربية بعض الإخوان ببعض النقابة كيإعتبروا بإني درطة مهما تدخل للشئون الدخلية للنقابات ولكن احنا كنا نعتبروه بأن هذا من حق المواطن من حق الشغيلة المغربية والتالي عشك نقولول قانون النقابات هنا من قانون تنضيم الإضراب إلينا مريح مشيقوا القانون تنضيم الإضراب سوف يتكلمون على شكون شكون هم الناس الذين لهم الحق أن يدعوا إلى الأضراب واش كيمكن نطلقها ونويك في قهوة ونشربوكس ديال القهوة وندقر ونويك على شي ملف من الملفات وندير نويك بالاغ عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونقولوا بأننا عندنا وقفة احتجاجية قدام وزارة من الوزارة هذا ممكن اليوم ممكن جزيال الناس يقصوا في قهوة ولوحوا أي يعني أي بالاغ لوقفة احتجاجية وإضراب ويمكن ينجح كنقول يمكن ينجح عبر وسائل التواصل لأن القوة اللي كانت عند النقابة في أحد مرحلة هو القوة التنظيمية لما عندش الأفراد يوم القوة التنظيمية أصبحت أحيانا تفوقها القوة التواصلية قضية أخرى بغير نقش معك وإذنك إذا كان عندنا قانون التنظيمي للإضراب يخصد يكون عندنا قانون النقابات باش نعرفه في القانون التنظيمي للإضراب واضح نبقاش كثير من الوقت قضية يعني اللي بغيرت نقش معك ومن زاوية محددية قضية إصلاح المنظومة التعليمية بغيرت نقش معك النقطة ديال تزايد الاعتداءات على آل التربية والتعليم في الأويناء الأخيرة الأستيدة غير الأستيدة ربما غير الأستيدة غدا في مسيرة الكرامة والحماية كما سموها من أجل بعد تزايد الاعتداءات على الأستيدة والمعلمين واش كتتوقعوا أنتم من النقابات الدعية والمنظمة لهذه المسيرة واش كتتوقعوا يكون تجاوب كبير مع هذه الدعوة لا التجاوب التجاوب غير يكون وأي تجاوب كان إلا هو غدي عبر على واحد الفئة اللي تقدر تحضره وتقدر ما تحضرش ولكن يعبر على الرأي العام الآن داخل الساحة الوطنية وداخل الساحة التعليمية وبالمناسبة نقول لك هذا التجاوب ما غير يكونش فقط من طرف الرجال ونساء التعليم وإنما هو من طرف المجتمع المغربي اليوم المجتمع اليوم المغربي لماذا اقتصر التطريب على ثلاث نقابات فقط لا أمور ديال التنسيق أمور ديال التنسيق النقابي فقط يعني النقابات اللي تتنسيق بعضيتها يعني هذا هو يعني ماشي قضية زعمة مقصودة وإنما هي قضية النقابات اللي يتفهم بعضيتهم على بعض المواقف وصافي وإلا فجميع النقابات معنية بعض الموضوع جميع رجال ونساء التعليم معنية بعض الموضوع سواء اللي كانوا في النقابات أو ماشي في النقابات أنا كنقول لك اليوم الأسر المغربية اليوم هي مصدومة الأسر المغربية مصدومة مما يقع داخل مؤسساتنا التعليمية وهذا القضية اللي كتوقع اليوم داخل مؤسسة التعليمية هي فقط تنظورات الواحد الواقع اللي هو كاريتي اللي كتعيش من منظومة التعليمية عندنا هذه خلاصة استقال المؤسسات والتأطير والإعلام يعني واش هذه الشباب هذو دينا مقدرناش ربيهم لقد نقول مقدرناش ربيهم احنا كأباء كأمهات كمجتمع كرجال ونساء التعليم كمنظومة ترباوية كلنا كان ضن بأننا خسنا التساؤل هذا الكبير هذا الواقع الذي وصلنا له هو تنظر دي الواحد النقص خطير وخطير جدا لأن اللي غير درب المعلمة دير وبدك تشكل واللي غير درب الأستاذ دير وبدك تشكل تصورش غير ممكن يدير في المجتمع مع ناس آخرين وإذلك هذه قضية بالنسبة لنا كنت تعتبر مهمة وهي فقط المسيرة دي الغداء هي اللي لفت الانتباه ولكي قصنوقف واحد وقفة حقيقية بالنسبة لنا لأن كلنا مسؤولين مشيش طرف واحد بوحد مبقاش كثير من الوقت بغير التعليق ديلكم على القضايا التالية الجدل حول تعدد التعويضات ديال البرلمانيين ومنتخبين تعدد تعويضات منتخبين عندهم تعدد كنتلقى احنا برلماني وهنا يا معتش نوع عبتاني رئيس ديال هذا وكنتلقى عندهم تعويض هنا وكان هذا الجدل واش تبعته وما تبعته هذا الجدل من الجدلات وحل القضية ديال التقاعد البرلمانيين والتقاعد الوزراء وربما احتر الرواتيب والتعويضات اللي يخدوها وكذا هذا نقاط صحيي نكنا نعتبر هذا نقاط صحيي لماذا نقول نقاط صحيي بغينا حلول صحية أيضا لأنه في واحد المرحلة كان هذا مسكوت عليه كان هذا مسكوت عليه اليوم أصبحت وسائل التواصل لأنه من قبل كانت لما كنت شيء صحفي معيان كذا إلى خيره التوحد ما يقرأ لك أفكارك اليوم أي واحد عنده جريدة دياله عنده الحائط دياله أزرق عنده جريدة دياله كيقول ليبغى وذيك اللي كيقول ليبغى كتوزع على أوسع نطاق اليوم هذا النقاش نعتبره بأنه صحي عندنا بالنسبة لنا كان نعتبره بأنه هذا النقاش هو كيمشي في الاتجاه ديال عقلنة عقلنة المشهد السياسي والمشهد الحزبي عقلنة هات التعويضات وهذا الشيء إيجابي وكان نظن بأنه ما يمكن يؤدي إلا لمزيد من الحكمة والشفافية إلا ما أدهش اليوم بشكل كامل أكيد أنه يوم بعد يوم شهر بعد شهر سنة بعد سنة أكيد أنه بديوصلنا تأجياله لأن المجتمع أصبح مجتمع حي ومجتمع يراقب على ذكر المسألة ديال القيم أخوين آدم بغيت تعليق ديالك على هذه الأسماء الأخوين آدم وأيوب الضاوي والتلميذ أنا سشويخ هذو هما التلميذ الثلاثة اللي سلموا محفظة في أصيلة يدوية كنت مليئة بالمال وكانت سلمت الأمن وتكريم ديالهم أنا بغيت هذه الأسماء تكرم كما تم تكريم ديالها قبل أيام لأنه باش منقولوش عاو تنرى التلميذ كلهم كلهم كيني غير المشرملين وكيني ديالك ديالك شليك نشوفه في فيسبوك هذاك شعور مسئولية هذاك شعور مسئولية وتربية وقضية مبدأ وكانت من نوع أنه يكون هذا النوع هذا هو اللي منه العدد الكبير كان نظن بأنه هذا هو واللي يخص يكون وهذا ربما كان نظن بأنه والعدد الكبير علاش لأنه ده بالآن الوسائل ديالتواصل الجماعي وكذا كتبين لنا فقط عرض المفاسد ولكن الآن بحل هذه المشاهد نصور أخرى ديال التلاميذ اللي مشوا عند الأساتيدة ديالهوب وكيكرموهم وكيحتفوا بهوب وكذا كرد فعل على الآخر وهذا كنقول لك بأن نحتف نسبة للتلاميذ بأنهم نخارطوا في هذه الأجواء عندك شوية مع كرة ولا ولو شوية المنتخب المغربي في مجموعة الموت كما توصف إلى جانب إسبانيا برتغال وإيران في المونديال القادم أنا كنظن اللي وصل تخلاتي إذن هو قادر يدفع على الاسم ديالو وأي فارق اللي كيوصل إلى وكيكون مؤهل ولقدك بأن إيطاليا ما تأهلتش غاد ينعرفوا المكانة دي المغرب الآن اللي هو موجود في روسيا فالوقت لي ما وجودش إيطاليا خلعبوا مع رونالدو ونيستا وغلعبوا مع ذاكل رونالدو ونيستا لعبناه من قبل لعبناه من قبل معهم وغلبناهم لعبناه من قبل مع البرتغال وغلبناه علاش اليوم كذلك مرة أخرى ما نغلبوه لا بتقرأ بتفسينات على ما أعتقد حتى اليوم كان نظن بأن الفريق متفاعد الفريق اللي كي اليوم خيادت كان نظن بأنه ممكن أنه يفجأ نحن كنت منه أكيد أنه طح يعني في مجموعة صعبة ولكن لا شيء أنتقفت الرياضية الكرة ويرى ضعيفة ما غركش بد نقاش وقتا لبرمجيتها شكرا جزيلا لسيعة الإله الحلوطي الأمين العام للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب شكرا جزيلا على تلبية الدعوة شكرا لكم وشكرا بمشاهدين الكرام أقنع أم لم يقنع الكلمة لكم مشاهدين الكرام بإمكانكم التعليق على ما جرى في هذا النقاش عبر صفحتين على الفيسبوك وتويتر بهذا نأتي لختم هذه الحلقة من برنامج ساعة للإقناع شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله اشتركوا في القناة